اهلا وسهلا بضيف جليل من اعلام اليمن صحابي امير شاعر فاتح محارب عاش في القرن الاول الهجري السابع الميلادي وهو من محافظة مأرب صحابي قليل انه فرو بن مسيك ابن الحارث ابن سلمة ابن الحارث ابن زيد ابن مالك ابن منبه ابن عطيف ابن عبد الله ابن ناقية المراد العطيفي نسبة الى قبيلة عطيف احدى قبائل مراد في بلاد مأرب هو صحابي قليل احد قومه في الاسلام وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة واسلم مع قومه وولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على قبائل مراد ومذحق وزبيد وولاه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عصره على صدقات بلاد لحك ثم انتقل الى الكوفة من مآثره العمرانية بناء مسجد في مدينة صنعاء يقع في حي شرق المدينة والحي والمسجد يحملان اسمهم حتى اليوم توفي فروة ابن موسيك رضي الله عنه حوالى سنة الثلاثين للهجرة ستمائة وخمسين للميلاد تغمده الله برحمته ورضي عنه وارضاه وإلى لقاء مع ضيف قادم جديد غدا ان شاء الله